18 يوماً من فتح باب الترشح للانتخابات النيابية 2013 ولم يترشح إلى اليوم سوى أربعة أشخاص العاشر من نيسان هو اليوم الأخير ليحسم المرشحون خياراتهم في الترشح للانتخابات النيابية وتقديم التصريح إلى النيابة العامة وإلا فسيكون للمرشحين الجدد حظوظ سماوية باكتساب كرسي النيابة بالتزكية بلا تصويت وذلك بحسب المادة الخمسين من قانون الانتخابات وإن لم يجري التمديد للمجلس النيابي الحالي المادة خمسين من قانون الانتخاب 25 على 2008 تلحظ صراحة إمكانية عدم تقدم أحد لمقعد نيابي محدد في هذه الحالة تمدد مهلة الترشيح سبعة أيام فأيضا بحالة أخرى ممكن أن يكون فيه مرشح ما يكون فيه غير هذا المرشح كذلك ساعة إذن يصبح هذا المرشح فائزا حكما بالانتخاب دون أن يتقدم الناخبون بالاقتراع فأيضا إذا لم يتقدم أحد وهذا الأمر مستبع جدا لأنه كل الناس بدأت تتهافت تقدم ترشيحة فحينئذ إذا لم يتقدم أحد بعد التمديد لا يعود هناك مجال الانتخاب ويعاد الدعوة للهيئة الناخبة للتقدم من جديد يعني في مهلة جديدة ممكن أن يصدر أكثر من مرة إلى ما شاء الله إلى أن يأتي من يترشح ويملأ المقاعد الشاغرة المرشحون الأربعة الذين قدموا التصاريح ويتكتم وزير الداخلية عن إعلان أسمائهم وهم بمعظمهم حديثوا المعترك السياسي قد يكونون هم النواب بالتزكية خالد حنقير عن مقعد بيروت الدائرة الثالثة بطرس حنى عن مقعد جبيل واجهات ذبيان عن مقعد الشوف والمحامية مي الخنساء التي حاولت مرارا ولم تصب الفوز بالنيابة هذه الأسماء تعلو حظوظ نجاحها اليوم في غياب الأسماء الأخرى وعدم الحسم في قرار تأجيل الاستحقاق النيابي اليوم إذا لم يمددوا لمجلس النواب مطلعت نيب بلا تصويت ما بكون زعلين صح لأن كمان بعرف حظوظي الانتخابية قداش حيكون حجمة ولكن اللعبة الديمقراطية يلي منطالب فيها يلي منسعى لإله هي مفروض تكون سئتي إذا أجلوا الانتخابات وإذا أجلوا الاستحلال الانتخابي ممددوا لمجلس النواب ترشيحك خلص وحيكون أرمان والأنظمة والقوانين المرعية في هذه الدولة وينها؟ لما يفتحوا باب الترشيح ويحددوا موعد للانتخابات تصح زيران لما تدهي مدة المجلس النيابي ما أنه فراغ ما أنه العمل اللي عبسير ضد القوانين شو حتاهم؟ بصراحة عبفكر بالموضوع وعندي أكتر من توجه عشرة أيام هي الوقت المتبقي للأفريقاء السياسيين لحسم الخيار وفعليا ستة أيام فقط باحتساب العطل فهل يسارعون إلى الترشح أو التمديد للحفاظ في كلتا الحالتين على كراسيهم؟ ترجمة نانسي قنقر